أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تنظيم نموذج محاكام مجلس حقوق الإنسان الدولية التابع لمعظمة الأمم المتحدة وذلك ضمن فعليات النسخة الرابعة للمنتدى والذي يعقد في الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت إدارة المنتدى أن خمسة ألاف شاب وشابة قد تقدموا بطلب المشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم هذا ويعقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان في جلسة خاصة تحت عنوان تعدائيات جائحة كوفيد-19 على أعمال الحق في الصحة وهذا بهدف خلق حالة من الحوار البناء وترحي أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم في خلوج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام مع احترام مراعاة كافة حقوق الإنسان ويأتي اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم نموذج المحاكاة في ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار في فبراير من عام 2021